اشتركوا في القناة صلوات الله الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين نسأل الله أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم وبعد نسأل الله أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم وفقه إزعى وإلى آله المقربين في زجاجه والمرسلين وافقه بشكل يزيد من أي شخص هذا هو الدرس الأول بعد المئة من سلسلة السير للخير بعنوان بحبوحة الجنة ولزوم الجماعة هذا هو الدرس الأول بعد المئة من سلسلة السير للخير بعنوان بحبوحة الجماعة رضي الله عنهم أنهم قالوا قام فينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطيبا بالجابية سيدنا عمر وقف في إحدى رحلاته الأربع إلى الشام لتفقد أحوال الرعية وقف خطيبا في المسلمين في ناحية في قرية من دمشق قريبة من دمشق تسمى الجابية فقال إذن قام فينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطيبا بالجابية فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وعليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن قال الترمذي حديث حسن صحيح On the authority of Suleyman ibn Yasar, Abdullah ibn Umar, Amr ibn Dinar May Allah have mercy on them They said Umar ibn al-Khattab stood among us and delivered a speech at Al-Jabiah Umar ibn al-Khattab did four journeys in the area of Ash-Sham and to check on his subjects of course and one time he stood in the area of Al-Jabiah which is a village close to Damascus of Syria and he gave this speech, this address So he said Umar, the messenger of Allah Sallallahu alayhi wa sallam stood among us and said I order you to follow, honor my companions then those who come after them then those who come after them Behold, a man is not alone with a woman but the third of them is the devil I urge you to adhere to the jama'ah group Beware, beware of separation Beware of disunity for indeed the devil is with the separated one and he is farther away from the conjoined two from the two who are together Whoever wants the best central place in paradise then let him adhere to the jama'ah Whoever rejoices at his good deeds and grieves over his evil deeds then that is the perfect believer among you هذا الحديث الشريف فيه بيان أمور مهمة This honorable hadith outlines important matters الأمر الأول أهمية اتباع الصحابة لأنهم هم الذين نقلوا الدين إلى من بعدهم لولا هم ما عرفنا ما هو دين الله عز وجل وهم هؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا إلينا القرآن وهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل يعني هم الذين كانوا حاضرين لما كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين نقلوا إلينا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله فهم أعرف وأدرى بمعاني كتاب الله وبمعاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم Firstly, the importance This hadith has those important matters The first matter is the importance of following the companions because they are the ones who transmitted the religion to those who came after them Without the صحابة, we would have not known the religion of the Almighty God nowadays They are the ones who transmitted the Qur'an to us The ones who witnessed the revelation They were the ones who present when the revelation was coming down unto the messenger صلى الله عليه وسلم And they are the ones who transmitted to us the actions of the Prophet and his sayings Thus, they are familiar with the meanings of the Book of Allah They are more familiar with the meanings of the Book of Allah The Qur'an and the meanings of the hadith of the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم لحديث والأمر الثاني تحريم أمر خلوة الرجل بامرأة أجنبية أي تحريم أن ينفرد الرجل الواحد بالمرأة الواحدة التي ليست زوجته أو محرما له بحيث يعني بطريقة بحيث لا يراه ما ثالث يستحى منه فإذن لا يجوز للرجل أن يكون وحده مع امرأة أجنبية ليست بزوجته وليست بمحرم الله دون أن يكون معهما شخص ثالث ذكر أو أنثى يستحى منه يعني هذا الشخص لابد أن يكون ثقة ولابد أن يكون أو محرما ولابد أن يكون مبصرا ليس بأعمى وكذلك لا بد أن يكون في سن بحيث يستحى أن يرتكب أمامه شيء يستحى منه فهذا الرسول قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن سبب تحريم ذلك بقوله إلا كان الشيطان ثالثهما والمعنى يكون الشيطان معهما يعني مع هذا الرجل والمرأة الأجنبية يهيج شهوة كل منهما حتى يلقيهما في الزنا فأكثر وسيلة الزنا ما يوصل إلى الزنا هي الخلوة المحرمة لما يختلي رجل بامرأة لا يجوز له أن يختلي بها يقوى عليه الشيطان فيجره في كثير من الأحيان إلى الزنا أن يسهل على الشيطان جر الناس جر الرجال والنساء جر الناس إلى الزنا في الخلوة ما لا يسهل عليه في غير الخلوة تأثير الشيطان في الخلوة أقوى من تأثيره في غير الخلوة so the second matter that the hadith outlines is the prohibition of a man having seclusion means being alone with a marriageable woman that is it is forbidden for one man to be alone with one woman who is not his wife or his mahram not his mother not his sister and so on such that no third person in front of whom one would be shy to do an indecent act sees them so there should be a third person with the man and the woman and this third person could be a man could be a woman this person has to be either a mahram or could be a trustworthy person who is sighted means is not blind and also is old enough so that one feels shy to do any indecent act in front of this third person so there should be such a third person so a man can be with two women or two men can be with one woman provided that the third person is a trustworthy person or a mahram or and has to be sighted can see and old enough so that would not be the person would not feel comfortable doing indecent act in his presence and the messenger of Allah explained the reason for prohibiting this seclusion by saying but the third of them is the devil that is the devil will be with them with these two flaring up their libido or sexual desire until he fells them until he makes them fall into fornication into zina hence the most common means to fornication is forbidden seclusion when a man is alone with a woman with whom he is not allowed to be alone the devil will have a stronger influence on him or them and in many cases he will drag him or them into fornication that is it is easier for the devil to drag people men or women into fornication in seclusion than in other than seclusion so when there are there is no seclusion the shaytan may have some influence but when it is forbidden seclusion the influence of the shaytan is stronger and theáz والأمر الثالث التمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة وفي قوله عليه الصلاة والسلام في حديثه هذا وعليكم بالجماعة أمر منه صلى الله عليه وسلم لأمته بالتمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ثم هم علموها من بعدهم ثم أولئك من بعدهم حتى وصلت بهذا الطريق إلى عصرنا هذا ولا يزال هذا الاعتقاد الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما عليه جمهور الأمة أي أغلب الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أمته ألا يشذوا عن هذا المعتقد ولله الحمد من الصدر الأول يعني من العهد الأول من أيام الرسول من أيام أبي بكر إلى وقتنا هذا جمهور الأمة المحمدية أي معظمهم على هذه العقيدة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتزامها وعدم الشذوذ عنها So the third matter is adherence to the creed of أهل السنة والجماعة In what the Prophet عليه السلام said in this hadith I urge you to adhere to the jamaعة Beware of separation or disunity For indeed the devil is with the separated one And he is farther away from the conjoined two In this is an order from him عليه السلام To his nation to adhere to the creed of أهل السنة والجماعة The creed that the Messenger of Allah عليه السلام Taught to his companions And then they taught it to those after them Then those after them Until it reached this way to our time This creed that the Messenger of Allah عليه السلام Was upon is still what the majority of the nation holds The Prophet عليه السلام instructed his nation Not to deviate from this creed Praise be to Allah From the first generation And from the time of the Prophet Time of Abu Bakr Until our time The majority of the Muhammadan nation The Muslim nation Adhere to this creed To which the Prophet recommended to adhere And from which not to deviate الآن لو تجول الإنسان في بلاد المسلمين في الشرق والغرب والشمال والجنوب يجد أكثر علمائهم على هذه العقيدة على عقيدة واحد أندونوسيا فيها اليوم نحو 280 مليون كلهم على عقيدة واحدة الأشعارية علماؤهم كلهم على عقيدة أهل السنة والجماعة الأشعارية التي هي عقيدة الصحابة لكن سميت هذه العقيدة بالأشعرية لأن الإمام أبن حسن الأشعري المتوفى سنة 24 و300 أهل الهجرة قرر هذه العقيدة بالأدلة النقلية من القرآن والسنة وبالأدلة العقلية ولأنه كثر في زمنه أناس شذوا عن تلك العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة انتدب هذا الإمام قام هذا الإمام العظيم رحمه الله للمكافحة والدفاع عن عقيدة أهل السنة ببيان أدلته ببيان أدلة أهل السنة من حيث النقل القرآن والسنة ومن حيث العقل Presently, at this time, if a person travels around the Muslim countries in the East, West, North and South he will find that most of their scholars, of the Muslim scholars, adhere to this one creed Indonesia nowadays has 280 million, around 280 million people all of them have one creed means not every single Indonesian gnome we're talking about the majority of the population in Indonesia have one creed these Muslims have one creed the Ash'aris the Ash'ari creed all of their scholars hold, these Muslim scholars hold the Ash'ari creed of Ahl al-Sunnah والجماعة which is the creed of the companions but it was called the Ash'ari creed because Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari who died in the year 324 Hijri established this creed with textual evidence from the Qur'an and the Sunnah and he established it with rational evidence intellectual evidence because in his time there were many people who deviated from the creed of Ahl al-Sunnah this great Imam, may Allah have mercy on him rose up to fight and defend the creed of the Sunnis by presenting their evidence in terms of texts and in terms of reason فهذه العقيدة التي هي عقيدة الصحابة ومن اتبعهم سميت لذلك الأشعرية ثم بعد زمان الإمام أبو الحسن الأشعري صار كل من يتمسك بهذه العقيدة يقال له أشعري من بقي على عقيدة الصحابة رضي الله عنهم يقال لهم أشاعراء أو أشعريين وهو رضي الله عنهم أبو الحسن لم يأتي بأصل جديد في العقيدة ما خالف ما كان عليه الصحابة إنما هو توسع ببيان الأدلة لإخماد أهل الفتن أهل البدع لإخماد ضلالات المعتزلة والخوارج والمشبهة والدهرية الذين ينكرون وجود الله ويقولون ما يهلكنا إلا الدهر الزمان يعني والطبائعيين الملحدين الذين يقولون إن الأمور تحدث بطبيعتها ليس بإحداث محدث هو الله وغيرهم من الكفرة أضحض شبههم التي هم يحتجون بها وبين أنها زائفة ليست بشيء الله أعطاه قوة في البيان وقوة في العقل حتى كسر أولئك الشاذين من المعتزلة والخوارج والمشبهة وغيرهم كسر أولئك الشاذين كسر أولئك الشاذين those who remained on the creed of the companions may Allah accept their deeds are called Ash'aris and he Imam Ash'ari did not come with a new fundamental in the creed he was not contrary to what the companions believed rather he expanded the evidence to quell the people of sedition to extinguish them to the people of stray innovations to extinguish the misguidance of the Mu'tazilites the Kharijites the anthropomorphists the ones who liken Allah to his creation the atheists those who deny the existence of God and say nothing but time destroys us the naturalists those who say that things happen naturally that is on their own not by the creating of a creator who is Allah and other unbelievers so he he rose to extinguish those silence them he confuted their specious argument their like superficially plausible but actually wrong argument shubah which they invoke and showed that they were false and null nothing and God gave him strength in eloquence and strength in intellect until he broke those perverted ones he broke those perverted ones from the Mu'tazilites the Kharijites the anthropomorphists and other types of blasphemous people and other types of people this is the this is the that is the that is the 100 million from the Muslims and علماء أندونوسيا مصر وبر الشام كله واليمن والعراق وتركيا وأفغانستان والهند والسند المعروف بالباكستان والحبشة والصومال وجنوب إفريقيا وغيرها من المواقع كلهم هؤلاء العلماء على هذه العقيدة التي تسمى اليوم العقيدة الأشعريا وهي عقيدة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأتباع التابعين إلى أن وصلت إلى زمن الإمام أبي الحسن الأشعري ثم استمرت من بعده إلى أيامنا Today this creed is the creed to which hundreds of millions of Muslims adhere Islamic scholars of Indonesia Egypt the whole Lebanon Lebanon Syria Palestine and Jordan Yemen Iraq Turkey Afghanistan India Pakistan Ethiopia Somalia South Africa and others all of these scholars adhere to this creed that is called nowadays the Ash'ari creed which is the creed of the companions the followers and the followers of the followers until it reached the time of Imam Abu Hassan al-Ash'ari and then continued after him until our days and this this is the one than happened to the world and the world is the world and the world is the world and the world and the world البشر والملائكة والجبال وكل هذه حادثة محدثة ليس شيء من ذلك قديما مع الله تعالى في الأزل لم يكن سوى الله لم يكن نور ولا ظلام ولا مكان ولا زمان لأن الزمان هو عبارة عن تعيين شيء تجدد وجوده أو بعبارة أخرى مقارنة حادث بحادث آخر توقيتا لمجهول بمعلوم والله لم يسبقه عدم فإذا لا الله ليس محدثا أما ما سواه سبحانه كل كان معدوما الزمان والمكان حادثا لم يكونا في الأزل وكذلك النور والظلام والهواء وكل العالم هذا من جملة عقيدة أهل السنة والجماعة هذا أصل من أصول عقيدتهم first of all this creed is confirming the existence of God the glorified and exalted who was not preceded by in-existence and that everything but God was non-existent then it existed the material and the entities of this world are originated so the mountains the people the jinn the angels all of these are originated they had a beginning to their existence none of that was eternal with the almighty Allah in eternity there was none but God there was neither light nor darkness nor place nor time because time is specifying something specifying something whose existence was renewed the existence of which was renewed or time in other words is comparing one originated event with another originated event so God as we know was not preceded by in-existence so he is not created as for everything else they were non-existent time and space are two originated events that did not exist in eternity similarly light, darkness and air were not existent eternally this is part of the creed of Ahlul Sunnah one of the foundations of their creed وثانيا إثبات أن الله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من الأشياء لأنه لو كان يشبه شيئا من العالم لم يكن خالقا للعالم ومن عقيدتهم أهل السنة والجماعة أن كل شيء يتحول من حال إلى حال حادث وهذا دليل أن العالم حادث لم يكن ثم كان ما كان موجودا ثم وجد secondly confirming that God the glorified and exalted does not resemble anything because if he were to resemble something of the world he would not be the creator of the world among the creed of Ahlul Sunnah is that everything that turns from one state to another changes is an originated event and this is evidence that the world as a whole is an originated event that did not exist and then it came into existence and we discuss this in our class about the mental proof of the existence of Allah in details إبراهيم عليه السلام سيدنا إبراهيم عليه السلام بذلك يعني بهذه الحجة زيفة زيفة يعني أظهر زيفة عقيدة أهل بلده بذلك زيف عقيدة أهل بلده الكفار هو عليه السلام كان ببابل بأرض العراق حيث ولد وكل البشر في ذلك الزمن كانوا على الكفر إلا هو وزوجه سارة وابن أخيه لوطة كل البشر في ذلك الوقت كانوا كفارا يعبدون الكواكب أي النجوم والشمس والقمر ونحو ذلك إلا هؤلاء الثلاثة كانوا على الإسلام With this Ibrahim, Abraham peace be upon him Invalidated, means with this argument Prophet Ibrahim, invalidated, showed that it is invalid Invalidated the creed of his blasphemous countrymen He was in Babylon, peace be upon him in the land of Iraq where he was born All humans that at that time of his time were in disbelief, were blasphemers except for him, his wife Sarah and his nephew, Prophet Lut All people at that time were unbelievers who worshipped the stars, the sun, the moon and the like except for these three who were following Islam إبراهيم عليه السلام احتج عليهم لإظهار بطلان عبادتهم للشمس والقمر والكواكب بأنه في العقل لا يجوز أن يكونوا هم خلقوا أنفسهم ولا أن يكونوا هم يحولون أنفسهم من حال إلى حال من طلوع إلى مغيب وغير ذلك كيف يصلح هؤلاء أن يكونوا آلهة معبودين مع ذلك؟ يعني هم ما خلقوا أنفسهم وما حولوا أنفسهم من حال إلى حال فكيف مع هذا الذي يعرف عنهم يصح أن يكونوا آلهة معبودين؟ لا يصح إنما المعبود الحق هو الذي يحول هؤلاء من حال إلى حال فبين إبراهيم عليه السلام بهذا أن الإله لا يتحول من حال إلى حال لأنه لو كان كذلك لحتاج إلى من يحوله ولو كان يشبه العالم بوجه من الوجوه لحتاج إلى من خلقه لأن المخلوقات تدلنا أنها بحاجة لمن خلقها والله منزه عن ذلك لذلك عقيدة أهل السنة والجماعة تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين تنزيه الله عن المكان وعن الجهة وعن كل صفات العالم الحركة والسكون وغير ذلك لسعم لإمكان الإنسان والسانية الوحفة لقاء العالم وعلم أخذهم كهو الناس أنه ليسaging للسنية لبعضوا لذلك لذلك أ bell لنحن نحن عنهم لديهم النص لتحصول ثم ثم الآن لأنهم وقر إنهم جماًا كذلك إنهم the true worshipped one, is the one who transforms them from one state to another. Abraham, عليه السلام, made it clear by this that God does not change from one state to another because if it were like that, he would need someone to transform him, to change him. If he resembled the world in any way, he would need someone who created him because creatures tell us that they need someone who created them. If God were similar to creatures like them, like those stars and moons and so on, he would have been in need of someone who created him and God, of course, is clear of that. He doesn't need anyone. Therefore, the creed of Ahlul Sunnahi Wal Jama'ah is that God is free, clear of the similarity to creatures and is clear of place and direction and is clear of all the attributes of the world, movement, stillness and other things. وثالثا أن أهل السنة يرون آيات يعتقدون يعني يرون آيات القرآن على وجهين قسم من القرآن معناه واضح صريح ويحمل على ظاهره فإذا بعض آيات القرآن معانيها واضحة صريحة الآيات تحمل تفسر على ظاهرها وقسم آخر من القرآن يعني وآيات أخر من القرآن يحتمل أكثر من معنى لا يحمل على ظاهره بل يحمل على معاني تليق بالله تعالى ليست من أوصاف المخلوقين فإذا النوع الآخر من الآيات في القرآن الآية تحتمل أكثر من معنى ولا تفسر على ظاهرها المهم للتشبيه بل تحمل على معاني تليق به سبحانه مما هو ليس من أوصاف المخلوقين ثانيا is that the Sunnis regard the verses of the Qur'an in two ways a part of the Qur'an whose meaning is clear and explicit which must not which must be interpreted according to its apparent meaning so there are verses each verse has its own clear meaning and then it has to be interpreted as per the meaning that appears on it and another part of the Qur'an carries multiple meanings that must not be taken according to its apparent meaning rather it must be interpreted interpreted with meanings that are befitting of Allah سبحانه و تعالى and these meanings are not among the attributes of created beings نسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة أن يحيينا على ذلك وأن يتوفانا على ذلك وأن ييسر لنا نشرها وتعليمها والدفاع عنها نسأل الله تعالى to make us steadfast on this creed of Ahlus Sunnah والجماعة to make us live on it and to take us to death on it and to facilitate for us to spread it teach it and defend it إن شاء الله we'll continue in the coming lesson with the same subject والله جل وعز أعلم the sublime and glorious Allah knows best لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة